مرحبا حضراتكم وراءة تانية حياة من أهم الأخبار والأحداث اللي حصرت مبارح أيضا أن العاصمة الإدارية شهدت مؤتمر إطلاق المرحلة التانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واللي حققت نجاح كبير جدا مع إطلاقها بالتزامن مع مؤتمر المناخ كابت 27 في شرب الشيخ ووصل عدد المشروعات المقدمة لعدد كبير جدا حياة حوالي 6000 مشروع يعني إحنا سعداء أن إحنا بنشوف نتائج لكابت 27 ولما بسمع كلمة المشروعات الخضراء الذكية أكيد يعني بيجي في خيالنا حاجات كتير جدا يعني هنعمل إيه مع هذه المشروعات اللي هتفيد البيئة وفي نفس الوقت هتكون مشروعات ذكية خلينا نقول أن النهاردة هنعرف إيه اللي تحقق خلال المرحلة الأولى من هذه المسابقة إيه اللي بتستهدفه أيضا خلال المرحلة التانية خلينا نقول برضو أن إحنا خلال هذا الحوار حنستعر التجربة من تجارب نجاح اتنين من المشروعات اللي فازوا بجوائز هذه المبادرة أرحبوا معنا الأول بضيوفنا السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية أهلا معركز السفير ومعنا أيضا الأستاذ عطاء جادل كريم مؤسس مشروعات بنك المخلفات المصري أهلا معنا أيضا الأستاذ ماجد الحلفاوي مؤسس مشروع اكبسني الفائز بفئة المشروعات الصغيرة حياة كريم أهلا بحرك يا فازي أهلا بحرك كلكم ونورنا أعتقد جهد كبير محتاج طبعا يعني إيه نتعرف يعني فيه بالبداية يعني بنعمل إيه في المشروعات الخضراء الذكية يا فازي هو أولا دي مبادرة مصر قدمتها برعاية سيد رئيس عفتاح السيسي وقرار من رئيس الأزرة تحت الشرف معالي وزيرة الدكتور هالة السعيد كان الفكرة وراها الناس بتسأل في كوب 27 الاستفادة إيه اللي عايدة على المواطن العادي ماذا يعني كوب 27 أو كوب 28 بالنسبة للمرأة المصرية في سعيد مصر أو في اسكندرية أو للشاب وجذا فالفكرة كانت وكان الدكتور محمول نوحيد دين أطلق الفكرة إن إحنا نطرح مبادرة الجميع ممكن نستفيد منها المواطن العادي الحكومة عندها مشروعات خضراء وزكية عندها مشروعات بيئية وكذا لكن الفكرة مش للحكومة الفكرة إن نشجع المواطن العادي يبدأ بالحكتين المهمين للقرن الواحد والشرين زكية يعني تكنولوجيا باختصار خضراء يعني بيستفيد من المخلفات بيقلل الطاقة طاقة متجددة طاقة رياح طاقة شمسية فلازم أمبريلا تجمع كل ده أمبريلا تجمع الاتنين الرجلين اللي يقدر تمشي بيها أي مشروع في المستقبل فطرحت المبادرة في كل أنحاء مصر كل اللي على المواطن اللي بيسمعنا اللي بالوقت بدأنا المرحلة الثانية من المبادرة عشان ناخد المشروعات دي كوبتوانتي ايت في دبي إن يتقدم على لينك ويكتب فيه ست فئات لو هي مرأة في فئة للمرأة في دولة اهتمام طبعا الدولة بالمرأة وستنى الفات تجلنا ألف مشروع من المرأة مشروعات صغيرة مشروعات متوسطة مشروعات كبيرة مشروعات ستارتابس شركات نشاء ومشروعات غير هدفة للربح بيحط بيحط اسمه بيحط اسم المحافظة واسم المشروع تلات تسطر المشروع بيهدف باختصار ثم يحط الأسر بتاعه يعني يملي format ويبعثه كله إلكترونيك مفيش ورق مفيش يروح المحافظة مفيش يروح أي حادي يعمله كل ده وزي ما سيادتك تفضلت جميل نهيانم تفضلت في العرض جلنا سنة فات 6600 مشروع تم تنقياتهم اختاروا 162 مشروع على مستوى الوطني دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزرق الرهم في المؤتمر في المنارة وعرضناهم للمستثمرين والأمم المتحدة والمؤسسة الدولية والدولية تم اختيار منهم 18 اللي هم معانا 2 منهم النهاردة وال18 دول تمت دهم حضرتك سألتني عملتوا ايه بيهم اخدوا جوائز مالية طبعا الجوائز مالية الأولى 750 ألف جنيه تانية 500 ألف جنيه 350 ألف جنيه ثم تم تكرمهم على المستوى المحافظة المستوى الوطني ثم دعيناهم في قبل يستعرضوا مشروعاتهم في شرم الشيخ ومبادر استضافتهم وعرضوا في الجرين زون وفي بلو زون وفي نفس الوقت المشروعات اللي هم قدموها قدرت من خلال مؤسسات مالية والأمم المتحدة انها عملها أبجريدين يعني طبعا اللي بيكتب المشروع مش بالضرورة انه بيكتبها بطريقة فنية انها تروح بيها للبنك او المستثمر لازم تتعامل لها أبجريدين تكتب لها بطريقة فنية فده حصل كل واحد في الآخر حصل ايه ان ست من المشروعات دول البنك الاوروبي العادة تعمير الـ EBRD تبنى ست مشروعات البنك الدولي بيشتغل مع مشروعين الفاو منظمة الأغذية العالمية شغلة مع مشروعين منظمة المرأة الـ UN1 منظمة الأمم المتحدة المرأة شغلة مع ثلاث مشروعات بتوع المرأة فأصبح النهاردة ان المشروعات دي بدأت تترجم تترجم إلى أعمال وبعض المشروعات الحمد لله بدأت من ملايين قليلة بدأت دلوقتي يعني من 3-4 مليون دولار إلى 50-60 مليون دولار بعض المشروعات لسه بتلاقي طريقها بتشوف مستثمرين وعملنا الشراكات زكية يعني الفكرة أحد النتائج الإيجابية للمبادرة أنه بقى الأول مرة في مصر عندنا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الزكية فسيادتك أي مستثمر يجي يقول لمصر أنتو بتتكلموا عن البيئة ومشروعات البيئية طب هما فين المشروعات دي أو لتفضلي فن 6,000 تشروع مش بس كده عندنا مابينج خريط هما فين لأن أنا مستثمر أنا مهتم بالسعيد أنا مهتم بشمال سيني أنا مهتم موجودين فين مفيش مركزية المشروعات يعني موزع بس حضراتي بتقول إنه 6,000 أكتر من 6,000 مشروع ولو جي مستثمر سأل عليهم أنا أستعرض هذه المشروعات بس 6,000 مشروع بالفعل تم العمل عليهم 6,000 مشروعات تقدموا للمبادرة طبعاً اللي هما لبوا المعايير كان من 6,000 ألفين ومتين لكن في كل أنا بعتبر إنه 6,800 دول فائزين ليه؟ أنا تمالي بقول في المؤتمرات يعني بستخدم التعبير المصري العادي كده لكل فولة ولها كيال وفي ناس يعني 18 فازوا لكن جالي مستثمرين قالوا أشكرك يا فنم أنا مش عايزة 18 أنا عايزة 162 فجأة الأفكار المسجلة ضمن المبادرة هي حضرتك مش أفكار ودي نقطة مهمة ودي نقطة اللي عايزين نقضحها لسل المشاهدين هو في أفكار أكاديمية وحاجات زي كده أهلاً وسهلاً بس مش الباب بتاعنا هي الكلمة السحرية هي قابلة للتنفيذ مشروع قبل التنفيذ يوفر حلول مصرية لتحديات البيئة كل الناس اللي معانا وال18 دول وفروا حلول يعني أنا حب أقولك كمازج على المرأة لأنهم عايزة تكلموا عن نفسهم لأقولك تلات النماذج اتنين قدموهم كنا براح في المؤتمر بياردوهم الامرأة مسكندرية الفزت بالجهزة الأولى أخدت بقايا النفايات بتاع الكمبيوترز والتليفونز كل النفايات بتاع الحاجات الإلكترونية وعملت منها مكان حاجات متفيد المكانة بتبع بـ 8 ألف جنيه هي بتبع بـ 20 ألف جنيه أخدت من النفايات فوين مكسب للبيئة ومكسب لها ومكسب للمجتمع طب نسأله أستاذ يعني أعتقد أنه هو يعني أكيد الفكرة قريبة من كده أستاذ أعطاء جد الكريم أهلا بحضر مؤسس فكرة بنك المخلفات المصري الاسم جميل بنك المخلفات المصري بتعمله إيه بتستهدفه إزاي البنك ده يعني بنك أفكار ولا بنك فلوس طيب بسم الله الرحمن الرحيم عطاء جد الكريم أهلا بحضر مؤسس بنك المخلفات المصري بناء على رحلة ميدانية في العمل في إدارة المخلفات في صعيد مصر من 2012 اخترنا أننا نشتغل بالتوازي أو تعاقديا مع الدولة كنا رخصنا تشمل جمع ونقل ومعالجة ونفايات طبية من 2012 عملنا أول مصنع خاص للمعالجة في غرب مدينة جينة كان 2017 وللأسف خسرناه بخطة دولة يعني سلمنا بيها كانت مدينة جينة الجديدة غرب مدينة جينة الجديدة وده مشروع ممتاز بعدها خدنا مصنع محافظة اللقصر وده كان مصنع متوقف ليه 15 سنة عملنا إعادة هيكلة ليه أو إعادة تشغيل ليه واشتغلنا عليه من 2017 من 2018 وصولا لكورونا اشتغلنا لحد كورونا كان عائدنا ومردودنا بيئيا واختصاديا واجتماعيا وسلوكيا في محافظة اللقصر ناجح جدا لحد ما استضمنا بكورونا من بعد كورونا حقيقة وجهنا مشكلات إحنا والمشرفين على المنظومة كان أدعى وكان شرط وكان لازم أن نحن نتوصل لطرق بديلة لإدارة المخلفات إزاي في يوم الأيام ما يبقاش في فجوة تمويل إدارة مخلفات في مصر إزاي في يوم الأيام تتحول المشكلة لمورد يبقى مصدر المخلفات هو اللي بيسعى أنه يبقى فيه أسلوب وفي تداول يكسب منها أو يبقى مقتنع بشكل تام أن هذا الأسلوب مربح بالنسبة له سواء صحيا أو بيئيا أو ماديا وده الأول يعني فكان لازم نشوف بدايل عن المنظومة اللي نهارت معنا في كورونا ووقود البديل ما بتاخدش مننا طيب أنا معتمد على حجم توردات الوقود البديل فلما حصل كورونا والأزمة المالية وثلاثة اللي نهارت تقريبا إما ينهار هذا الاستثمار اللي هو الاستثمار في المخلفات والاستثمار البيئي في مصر ودينامازج يدوب لسه أو نكمل فعشان نكمل لازم نشتغل إحنا كشركات بشكل مباشر مع المصدر ومع الأفراد العاملين خارج المنظومة الحكومية ولازم يبقى فيه مظلة إلكترونية تشمل كل إدارة المخلفات وبناء عليه عملته وبناء عليه عملنا منصة بنك المخلفات المصري تمام منصة بنك المخلفات المصري هي منصة إلكترونية سريعة سهلة بتتوح كل ختمات إدارة المخلفات سواء للمستخدم أو العامل اللي هو عامل جمع المخلفات أو العامل الموازلي اللي هو عامل سريح شراء المخلفات أو المخازن المسؤولة على تجميع المخلفات أو المصانع والصناعات الحرفية التي تستخدم المخلفات كمواد أولية للصناعة مصانع المعالجة والوقود البديل الذي تعتمد عليه مصانع الأسمنت في مصر هم أطراف بنك المخلفات وأهم ما فيهم المستخدم الأول وهو الحلقة الأولى هو مصدر المخلفات الوحدة السكنية المنزل الأسرة المنشأة المطعم الكافي الحيازة الزراعية المزرعة الحيوانية إحنا أغنى بلد لو استفدنا من مخلفاتنا وحولناها المورد إحنا بنطلع 500 ألف طن مخلفات في اليوم بين بلدية وزراعية وحيوانية وصناعية إحنا لو حولناها وعرفنا نربطها بشكل صحيح بشمولية في مصر كلها سنكون حل من حلول الكرة الأرضية بكل تأكيد خلينا نتقل لأستاذ ميجد مؤسس مشروعك بسني الاسم الوحده يحمسنا لأننا نعرف المشروع ده معني بإيه أو عبارة عن إيه وكبسنا كلنا الموضوع بكل بساطة موضوعي أبسط شوية من الأستاذ عطاء الفكرة كلها كفكرة كانت بسيطة لكن في تنفيذها يعني هقول لحضراتكم دلوقتي واجهنا تعقيدات عاملة زي في الدزاين الموضوع كله بكل بساطة أن احنا أنا وزميل ليه كنا فكرنا أن احنا نعمل عربية تتحط جواها مكبس لنقل البلاستيك لكن الفكرة كلها أنها ستمر على النباشين في الشارع النباشين اللي حضراتكم أكيد شفتوهم في يوم الأيام ماشيون بالتريسيكل بيلم البلاستيك من الزبالة وبيحطها في الجونية اللي وراء البلاستيك أو الكنزة أو وكف وبالتالي احنا دلوقتي يعني فكرنا أن احنا ازاي نستفيد بقى من الموضوع ده بطريقة أخرى هو أقصى حمولة ممكن يشيلها التريسيكل الليها تتعدل لاربعين كيلو من تلاتين لاربعين كيلو احنا دلوقتي المكبس اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده ممكن لو أنا بكلم على العربية مع مختلف أحجامها لو أنا هتكلم في العربية اللي هي الشبه الدبابة أو التمناية الصغيرة ديت تشيل من حوالي ستة تريسيكلات حمولة ستة تريسيكلات العربية الكبيرة ممكن توصل لغاية أكتر من عشر عربيات أو تمن عربيات من العربيات الدبابة تشيلها العربية الكبيرة من الحمولة بتاعت البلاستيك علمنا بعض من النباشين أن هم يعملوا الفرز الفرز للمنتجات ديت من المنبع يعني وهو بيلم هو مقسم التريسيكل بتاعه حتى هيحط فيها بلاستيك حتى هيحط فيها صفيح حتى هيحط فيها كارتون وهكذا فكرنا كمان ان احنا ازاي نخلي دول بس الحاجات ما بتعملش حاجات تانية يعني ما تاخدش مخلفات عضوية ما تاخدش مخلفات لا 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 هم التلاتة دول باخد التلاتة دول ورق أو كارتون صفيح أو حديد أو كده لا مش حديد كانز وكرتون وبلاستيك وبلاستيك تمام تمام الفكرة في الموضوع كمان ان احنا المجبس دوت فكرنا ازاي ان هو يكون صديق للبيئة فعملنا فوق سطح العربية طبعا ما اختلاف برضو حجم العربيات عملنا طاقة شمسية تولد بعض الكهرباء الكافية انها تشحن للبطاريات اللي هتكون جوه اللي هتقدر تشغل المجبس كمان ان احنا قدرنا ان احنا نربط الكلام ده كمان بالمنظومة الزكية بتاعت اللي هي الديجيطال فاينانس اللي هو الفلوس كمان بتاعت النباشين احنا بندهالهم عن طريق محفظة الالكترونية مش مش بديلوا كاش في ايديه مش عملوا في الشمال المالي بالظفر فيش كاش تاني اه خلاص تغيير ثقافة برضو يعني بسكلة او باخر لا فلم تغيير ثقافة نحو تناحية الشمول مالي بالظفر لا وغير كده يعني انت مش عاوزة تبقى فيه كاش في العربية هو ما فيش فلوس هيتم تدولها بين الناس هو على طول كله هيبقى ديجيطال الفكرة بقى قلنا الكلام ده كله بقى احنا عايزين نخليه باسم كاتشي كدهوات الناس تحب تبقى ماشية في الشارع شايفة عربية مكتوب عليها ايك باسني تبقى حايزة تعرف ايك باسني ده لا بس اختيار الاسم موفق الحقيقة فهو كان الهدف منه انه هو الناس لما تقرأ ايك باسني ده واحنا كاتبين كمان السلوجن حطين السلوجن على العربية وانتكون لسا العربية مخلاجتش ها هقولك ولقتي على المشاكل اللي وجهتنا في العربية السلوجن مكتوب عليها دوارها ووفارها لان احنا حطين الكلام دوت بحس ان الشخص اللي هيدي بلاستيك هياخد من وراه كمان عائد مادي سواء ان احنا قريب برضو ان شاء الله الابليكيشن لما تشتغل انتي فيERO اسم برضو بردو ما كلمتش عليها يمكن لو جالي دور تاني ده انتكلم هتكلم على الابليكيشن الابليكيشن ديت هتبقى معمولة للبيوت هتبقى معمولة للمصانع اللي عندها اليقدم من البلاستيك تقدر الابليكيشن تخش على الاسم اسمه بسني برضو يعقبك بتخش الابليكيشن بتدخل الCPPS العربية بتديك المعادل التي ستأتي لك فيه وتحسبك عليه وتعمل الإجراء بالكامل على الـ وفي الـ أستاذ عطاء تكلمني بلغة الأرقام هتكسب إزاي؟ هتستفيد إزاي؟ هتدخل الدولة إيه؟ هتفيد المجتمع بتاعك إزاي؟ بلغة الأرقام أستاذ عطاء معلش، خليق أستكمل كمان سؤال زميلي عشان تقدر تاخد مساحة أكتر الإجابة يعني حضرتك بالفعل عندك تجربة في هذا المجال من قبل حتى إطلاق هذه المبادرة إيه اللي خليك تنتقل بهذه التجربة لمبادرة؟ تروح للمبادرة التنية للمشروعات الذكية؟ السؤالين أجمل من بعض يعني نبدأ بالأرقام عشان نوصل لأسباب اللي خلينا نروح للمبادرة إحنا ختمنا كان إنه مصر غنية جدا بالمخلفات حنختار مخلفات كلنا نتطفق عليها إحنا مختلفين في حاجات كتير لكن في المتولد من المخلفات في مصر كلنا متفقين إننا كوحدات سكنية سواء في كنباوند كبير أو سواء في عشوائيات أو سواء في مجتمع عريفي حتى كلنا لنا مخرجات فإحنا خلاص كده مقتنعين إن فيه متولد يومي اسمه مصدر متجدد ومتزايد مع زيادة الوحدات السكنية والأسر المصرية والمنشآت المتولدة يوميا فبالتالي ده مصدر أساسي موجود على عين كل أنا واحد من كل الناس اللي شايفاه كان حظي إن أنا أشتغل وأختار المجال ده أنا خارج أداب فلسفة لكن المجال ده في بعد الفجوة اللي حصلت في 2011 بعد الفوضى وهروب الشركات الأجنبية وتخليها عن مسؤولياتها المسؤولين في مصر طلبوا شركات وطنية للعمل في المجال إحنا ما كناش متخصصين ما كناش خبرة بس اخترنا إن إحنا نبدأ ويكون ستارتاب بتاعنا مع رغبة الدولة في دخول الشركات الوطنية وبدأنا بكل ما فيها بتحدياتها بنجاحها بفشلها بحرائقها عشان عشان الجوة عندنا والمصانع مش مؤهلة بالعشوائية اللي شغالة بها المنظومة بمساعدة أهل الخبرة وأهل العلم بالمجهود اللي بتعمله الدولة والحملات الميكانيكية إحنا دولة متحملة لكل أعباء تشغيل المخلفات الدولة هي اللي بتنجل وهي اللي بترفع وهي اللي بتوظف وهي اللي بتعالج وهي تقريبا هي النص اللي بتعالج ومفيش تحصيل حقيقي لرسوم فبالتالي كمان مفيش خدمة حقيقية نقدر نقول إن هي باقة أسلوب في البلد فكان أدعى علينا إن إحنا إزاي نعمل خدمة حاجية عشان ناخد رسوم أو عشان نفرض رسوم عادلة فمدام المصدر مقتنع إنه عنده متولد ومقتنع إنه بيدفع فلوس مقتنع إنه لازم يدفع تكلفة التشغيل الأرقام أيوة هو بيحب الاستهلال أسلوب أنا حابب خش في الموضوع الناس فاهمة اللي بيتابعنا فاهم يعني مدرك إنت بتتكلم في إيه ماشا التقنيعه لو نوع مقتنع شوف هو يعني فيه بيقول لك يعرفش ما بيطلع في تليزيون فيه نصف مليون مخزن في مصر فيهم خردة دول لو نتيحه أونلاين الناس له بعرفة بتشتري إيه وتبادل فيها موبانك يقدر يكسب منه فهو نصف مليون مخزن فعا 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 فيهم قد أي مخزن طيب تفضل إحنا مصر بنطلع تقريبا 50 ألف طن بالزبط بالزبط لو جاءت مهاردة 5 مليون جنيه عاديدينه 100% بالزبط بالزبط إحنا عندنا خمسة إحنا عندنا خمسين ألف طن مخلفات بلدية في مصر بتتولد يوميا المخلفات البلدية دي نوعين نوع منها مخلفات بلدية عاديم القيمة المصدر بيدفع عليه مقابل أو بيدفع عليه رسوم الخدمة الطن منهم بيكلف التشغيل تقريبا 600 جنيه اللي هو بين جمع ونقل ومعالجة وتخلص بيكلف حاليا 600 جنيه وممكن يزيد النوع الثاني من المخلفات اللي بيطلع من المصدر اللي هو المخلفات ذات القيمة المخلفات ذات القيمة اللي هي بنسميها بقى الخردة اللي بتكلم عليه أستاذ ماجد الكارتون البلاستيك الخاءة كل ما هو صالح لإعادة تدوير أو بيستخدم كمواد أولية للتجارة أو أن هو أسمدة عضوية أو ورق أو 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 ده كل اسمه مواد ذات قيمة اقتصادية لها برصة أو لها حجم تداول معترف بيه في مصر المخازن اللي تكلم عليه ست السفير دول أجل مخزن فيهم بيتداول يوميا 10 تلاف جنيه ده بستمية التاني بكام التاني المتوسط بتاعه حاليا 10 تلاف ليه؟ إحنا عندنا الكنز اللي تكلم عليه الأستاذ ماجد عندنا الطن حاليا 40 ألف عندنا الكارتون اللي هو بيتولد منه آلاف الأطنان يوميا بترجع للصناعة تاني ده تقريبا بيطلع منه أكثر من 15 ألف طن ورق وكارتون بترجع يوميا ده ب 7 تلاف أو 8 تلاف فمتوسط الحلقة دي مرورا بكل المتارزي فدور البنك هنا فاندم عشان ونواتك سيما شايدين دور البنك هو بيجمع المخلفات دي موجودة اللي محتاجها بيقدر يتعامل مع البنك أو يتواصل مع البنك إلكترونية إلكترونية بالضبط كده بيقدر يتواصل مع البنك الاثنين هو إما عايز يبيع بيتواصل مع البنك ويكون عنده المندوب أقرب مندوب أو المندوب اللي يختاره بناء على خطة استرشادية أو على الأسعار الاسترشادية من البنك فبالتالي يبيع ويتحول له قيمته تحكي عن مبادرة عملتي عشان تكتب على كده البرايفيت قطاع الخاص عملتي معيك وكد يعني آه آه تمام تحكي أتكلم عنك يريد طبعا ده شرف كبير بتكلم عن مصر يالله ده شرف كبير ده شرف كبير لما عملنا الابليكيشن ده مكانش ينفع نشتغل به إلا تحت مظلة الدولة جهة الولاية الحقيقية لإدارة المخلفات في مصر هي التنمية المحلية ووزارة البيئة والجهات المددخلة معهم أنا عشان اخترت اشتغل مع الدولة صعب أن أطبق منظومة أو منصة أو إدارة جديدة للمخلفات بدون اتفاق مع الدولة ظهور المبادرة بشكل حقيقي أنا من 2020 نحن نتفقين مع الدولة وبناء عليه خش في الرقم بقى نحن نتقلنا من الرقم لفكرة أنه ليه انتقلنا للمبادرة حضاريك عندك خبرة وكان ممكن تبدأ لوحدك تمام بس قررت أن أنت تتواصل مع المبادرة تمام ليه والمبادرة قدمت ايه او ساعدت فيه بصي التحول الرقمي وتحول التحول سبل إدارة منظومة كبيرة بالحجم ده في مصر محتاج توجه دولة أنا طرقت كل الأبواب قبل المبادرة أنا اتكلمت مع كل المحافظين مع كل الوزراء الناس قدروا تذكيره وقدروا أنهم أنا بتكلم في موضوع مهم جداً بس محدش قدر يتحمل المسؤولية لكن إطلاق المبادرة يعني أقسم بالله حاسس جداً أنها يعني عرضوها عشان أنا أقدم وغيري أكيد في كتير عشان يقدم عشان ما يبقاش مشروع حبيس الأدراج فكانت فرصة بالنسبة لنا قدمنا القائمين عليها فهمين هم عايزين ايه وإحنا عرفنا نتحور معهم إحنا عندنا ايه لحد ما وصلنا للتضر أستاذ مهاجد لما بنعمل مشروع بنعمل حاجة اسمها فيزابالي سستادي أو دراسة جدوة بيبقى فيه أرقام بيبقى فيه مدخلات بيبقى فيه مخرجات بيبقى فيه شخص حيكسب بيبقى فيه كاستمر أو عميل حيكسب بيبقى فيه دولة حيكسب بيبقى فيه مجتمع حيكسب كلمني عن مشروعك بلوتر أرقام اختصاراً واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب ومبدئياً أنا برضو أحبب أن أنا أوضح أن المبادرة حقيقي كانت مهمة جداً بالنسبة لنا لأنها أنا مكنش في يوم الأيام هفكر أن أنا أعمل شركة مثلاً يعني المبادرة خليتني أعمل شركة عشان يبقى فيه كيان بيتعامل مع الدولة لما دخلنا في الموضوع دوت عشان نعمل فيزابالي بقى استادي اللي حضرتك وتتكلم عليها عشان أقدر أعمل الكلام دوت وطلع منه بنموذج أقدر أشتغل به بطريقة أن أنا أتعامل مع دكاترل المكاتب الاستشارية اللي هتقدر تعمل الديزاين والنقطة الحسابية والهيكل بتاع الحاجة وتقدر تشوف كمان المدخلات والمخرجات وهقدر أطلع أي من المنتج مع اختلاف العربيات أقول لك الموضوع بكل بساطة صغيرة النباشة الصغير اللي هو بيشتري اللي بيلم البلاستيك من الزبالة بياخد في الكيلو الواحد تمانية جنيه لو هيلم مثلا الاربعين كيلو بتوعه هيرجع البيت برقم أنا النهاردة بيجي أقول له والله أنا هعمل لك عربية بدل ما هتشيل الاربعين كيلو هخليك تشيل متين كيلو يبقى أنا كده زودت دخله زودت له دخله وكمان قللت الانبعاثات اللي بتطلع من المكان اللي هو ماشي بيها لأن المكان دلوقتي مهدد اللي أنا كنت هكلم حضراتكو عليه الديزاينز اللي احنا شغالين عليها دلوقتي الصغيرة هتبقى كلها كهربة حيلا سواء كانت العربية نفسها أو المكبس اللي شغال جوه العربية وبالتالي مفيش انبعاثات فدي نمرة واحد نمرة اثنين هقلله كمان تكلفة الوقود الحفوري اللي هو بيستخدمه نمرة ثلاثة زودت له القدرة الانتاجية بتاعته نمرة اربعة قللت له الكفاسة بتاعت التخزين لأننا النهاردة العربية طول ما هو ماشي هي شغالة بتجبس وراء المنتج بتاعه فبقى عنده مساحة كبيرة ان هو يجبس ان هو يشيل منتج اكتر وبالتالي لو كان هو المكان التريسيكل أو البديل التريسيكل ان شاء الله النازل القريب هو ده الحاجة اللي هيجمع فيها البلاستيك بدل ما كان هيجمع اربعين كيلو هيقدر يجمع متين كيلو ويجبسهم كمان وهو ماشي بحيث ان هو ممكن كمان يوفر المرحلة اللي بعده بتاعة المشرف اللي بيروح يلمي منهم الكلام ده وبعد كده هو تيوصل في الاخر لمنتج هيطلع مباشرة على مصانع عادة التدوير هاي طبعا فولحيان وخاني اكد على نقطة حضارك بكتار سعد السفير انه اللي حابب يشترك ضمن هذه المبادرة يقدر زي ما حضرتك قلت عن طريق الويب سايت وحضرتك يريد تقوله لنا عشان سيدا مجدنيب وعارفينه يقدر يستعرض فكرته وهذه الأفكار بيتم مراجعتها واللي صالح منها انه ينفذ فعلا وقابل التنفيذ بيتم حفظه وايان كده اما بيتم التعامل معي اما لو فيه مستثمر محتاجه او الفكرة عجبته بيتم ايضا التعامل مع مظبوط مظبوط هو يعني هو الويب سايت sgg.eg واحنا بنوفر تدريب يعني واحنا بنتكلم النهاردة في القاهرة واسوان والمانيا ومبارك وابل كده كان في اسكندرية وبورسعيد الكلام الحديقة تفضلت بيه الفيزيبوليتي ستاديو ازاي الناس بيعانوا بيدقولهم للناس فممكن يقدم وياخد التدريب وما يقدمش او ان هو يعني ما ينجحش لكن اخد قيمة مضافة انه يقدم المشروع ده وفاضل احنا مدينا نهاية مايو مدينا التقديم الى نهاية يونيو فالنهاردة كل اللي عنده مشروع حتى المشروع بسيط يعني فيه ست في الفيوم اللي كسبت اسمها الايادي الزهبية حاجات بتاعت القش بتاعت النخيل كان بيحرقوها ملاش اي حاجة ما اخرجتيني اخدتها وعملت بيها حاجات وشغلت 200-300-600 فقيرة اعملوا يعملوا حاجات بيبعوها فبقت مكسب للبيئة فكرة التدريب حد ذاتها يا فانتم انا طبعا عذرا للمقاطع لكن ولست في الوقت اعملوا لكن فكرة حتى التدريب زي ما حضرتك قلت في حد ذاتها مكسب وقيمة مضافة انا عايز دقيقة من سات السفير عشان برضو انا حسنا حركة ظلمت نهائية لا لا معلش دقيقة واحدة انا شايف ان كل المشروع التي تقدمت كلها بتدور حول تدوير المخلفات فاقلم ان دقيقة لحظة واحدة عايز انواع مختلفة الكاتيجوريز او الفصائر الخاصة بالمشروعات عندنا ايه تاني غير تدور المخلفات واحد اثنين ثلاثة ارواح عندنا طاقة متقددة زي طاقة شمسية كان في مؤتمر من اسبوع اسمه روح لقيت فيه ثلاث من المشروعات موجودين واحد من العمل انجازات بيكون كله على انه بيطلع مياه من الابيار بيستخدم طاقة الشمسية طاقة الشمسية طاقة متقددة طاقة الرياح ده نوع البيو دايورسي كل حاجات المشروعات اللي هي في مصر مش بس يعني المخلفات لكن هي الطاقة الطاقة المتقددة استخدام الطاقة ازاي وعادة تدوير يعني الحاجات الريسايكلين كلها قايمة عليها لكن هي طبعا كلها بتصبه فيها يا سلام يعني هي الفرصة بس متاحة ان اللي عنده ده اسلوب جديد ليكسب بيها الرزق مش بس يفكر في البيئة يعني هو بيفكر في البيئة لأنه عنده اسلوب القديم التقليدي عايز تمش فيه تفضل يعني عندنا اهداف واستراتيجية بالنسير عليها تنمية مستدامة 20-30 هذه المبادرة بالتسير وفق هذه الاستراتيجية بشكر حضرتك طبعا جزيل السفير هشام بدر المنصق الوطني للمجادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية اذا الاستاذ عطاء جاد الكريم مؤسس مشروع بنك المخلفات المصري والاستاذ ماجد الحلفوي مؤسس مشروع اكبسني الفائز بفئة المشروعات الصغيرة حياة كريمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا